بوتروس بيركيتس النصف الأول من القرن الثامن عشر مؤلف موسيقي بارز اشتهر بتلحين الأراميس على الطريقة المنمقة حتى سمي أب الأراميس المنمقة درس الموسيقى الكنسية في القسطنطينية وفي جبل آثوس تأتي التسمية بيركيتس من الكلمة التركية بركات التي تعني الكثير الخيرات فقد كان يجيب تلاميذه عند سؤالهم إياه هل عنده أراميس أخرى ليعلمهم إياها بركات بركات من أهم مؤلفاته إفرحي والدة الإله العذراء التي تردتل في السهرانيات الطويلة قسم بوتروس بيركيتس هذه الترتيل إلى ثمانية أجزاء ولحن كل جزء على لحن من الألحان الثمانية وأتبعه بما يسمى كراتيما على اللحن نفسه خاتما إياها بجملة من اللحن الذي يليها لحن أيضاً بولياليونات، ذوكسولوجيات، شيروبيكونات، كينونيكونات وغيرها الكثير أكثر هذه المؤلفات ما زال غير منشور تجدر الإشارة إلى أحد مؤلفاته وهو البيت مسبحين مولودكي الذي لحنه على الألحان الثمانية وهو الأطول على الإطلاق إذ تصل مدة ترتيله إلى الساعتين والثلث تقريباً ترجمة نانسي قنقر